اهلا بكم تتجه الانظار الى الشمال السوري في هذه المنطقة تعيش على صفيح ساخن اشتعلت قبل يومين بقصف تركيا استهدف المقاتلين الاكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية فهؤلاء تتهمهم انقرة بتفجير اسطنبول الذي حدث مؤخرا فما القصة؟ اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا ستشن قريبا عملية برية في سوريا ضد المقاتلين الاكراد بعد غارات جوية شنتها انقرة على شمال سوريا قابلها قصف من قبل القوات الكردية الرئيس التركي اضاف انه لا يمكن لاي احد ايقاف تركيا عن فرض الامن على حدودها مشيرا وبشكل صريح الى تنفيذ انقرة جزء الخاص من الاتفاقيات لحماية الحدود مع سوريا منتقدا الجانب الروسي بعدم الوفاء بالتزاماته بشأن المناطق السورية بموجب اتفاق عام 2019 وفي هذا السياق وصف وزير الدفاع التركي العمليات الجوية التي تجريها بلاده شمال سوريا والعراق وصفها بالاكبر والاكثر شمولية وفاعلية ضد القوات الكردية في المقابل الكرملان قال انه يحترم ما يسميه المخاوف الامنية المشروعة لتركيا بشأن سوريا لكنه قال انه يتعين على جميع الاطراف تجنب الخطوات التي قد تؤدي الى تدهور الوضع كما عربت روسيا عن املها بان تتحل تركيا بضبط النفس وان تمتنع عن اي استخدام مفرط للقوة في سوريا من تلويح بعمل عسكري شمال سوريا تأجل مرات عدة الى ضربات جوية استهدفت الشمال السوري هكذا مر طريق تركيا الى عملية المخلب السيف والذي عبر من اسطنبول والانفجار الذي وقع فيها فكيف وصلت تطورات الى تلك النقطة لنتذكر معنا لم تكن المرة الاولى التي تلوح بها تركيا بعمل عسكري ضد القوات الكردية شمال سوريا لكن التهديدات التي اطلقها اردوغان في مايو الماضي لاقامة مناطق امنة هناك كانت لها تدعية سياسية اربكت مشهدا تتمسك الاطراف بثباته ميدانيا الولايات المتحدة اعترضت وحذرت تركيا في الشهر نفسه من اي هجوم محتمل نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الامريكية ادان اي تصعيد مرتقب ودع للحفاظ على خطوط وقف اطلاق النار الراهنة اما روسيا الحاضرة بقوة في الميدان السوري فالتزمت الصمت لأسابيع ثم خرج وزير خارجيتها سيرجي لافروف للقول ان بلاده تتفهم مخاوف تركيا ممن وصفهم بالارهابيين شمال سوريا لكنه لم يؤيد او يعارض بشكل علني العملية لم تحدث رغم تهديدات اردوغان المستمرة حتى كان الحدث المفصلي في شهر نوفمبر حين هز انفجار مدينة اسطنبول واودى بحياة مدنيين واصاب العشرات واتهمت الداخلية التركية سيدة سوريا بتنفيذه بدعم من حزب العمال الكردستاني ومعه قوات قسد الغضب التركي لم يتوقف عند الاتهامات فوزارة الدفاع التركية اطلقت تهديدات بعد ايام من التفجير بان ما حدث لن يمر من دون عقاب واكدت انها ستمحو من وصفتهم بالارهابيين من المنطقة وبالفعل اطلقت تركيا في العشرين من نوفمبر عملية جوية في شمال سوريا وشمال العراق تحت اسم المخلب السيف استهدفت مواقع قوات قسد في حلب وشمال الرقة والحسكة وركزت بشكل كبير على مدينة عين العرب كوباني الى جانب مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق في تعاطي تركيا مع الملف السوري ظلت سياسة انقرة ثابتة حيال نقاط عدة تخص امنها القومي كما تقول لكنها غيرت موقفها في التفاصيل اخرى لا سيما ما يخص اللاجئين وايضا التعاطي مع حكومة دمشق في تعاطيها مع الملف السوري لدى تركيا ثوابت ولها ايضا بعض التقلبات لا تساوم بخصوص المقاتلين الاكراد تعتبرهم ارهابيين وتنفذ ضدهم عمليات شمال البلاد حتى انها تلوح منذ اشهر بعملية جديدة لم تنفذها بعد رغم كثرة التعزيزات في الشمال السوري تركز وجودها حتى ان كثيرين قدروا انها تسيطر على مساحة تعادل ضعف مساحة لبنان تنشر نقاطا عسكرية وقواعد تدعمها بالمعدات والمقاتلين وتؤكد ان وجودهم تطبيق لاتفاقية اضنى التي تضمن لها التوغل لعدة كيلومترات لحماية امنها القومي وهذا ما ترفضه دمشق تحتج دمشق كذلك على دعم انقرة لفصائل مسلحة معارضة للجيش السوري وهذا امر لا تخفيه تركيا التي تؤكد انها تستعين بهم لتنفيذ عمليات ضد من تصفهم بالارهابيين والمقصود هنا فصائل الاكراد فيما يخص الوجود العسكري الروسي في سوريا عموما والشمال خصوصا فهو لا يشكل لتركيا مشكلة بل على العكس باتت تنسق عسكرية مع الجانب الروسي عبر عدة اتفاقات منها موسكو وسوتشي واستانا وتعتبر هذا التنسيق اساسا لتحرك الطرفين في البلاد لكن التوافق على التحرك العسكري مع روسيا يصطدم بموقف الطرفين من الحل السياسي في البلاد صحيح أنهما يتمسكان به كحلا وحيدا لأزمة سوريا لكن هذا يعني دعم حكومة دمشق روسيا والدعوة لرحيل هذه الحكومة تركيا حتى وقت قريب تغيرت بعده توجهات أنقرة التي باتت تنادي بتوافق بين الحكومة والمعارضة لإرساء هذا الحل أما ما يخص اللاجئين السوريين فقد استقبلتهم تركيا على مدى سنوات لكن المزاج الشعبي تغير حيالهم الآن كما أن المعارضة تدعو لترحيلهم وأمام هذه الضغوطات أعلن أردوغان عن مشروع لإعادة مليون لاجئ منهم إلى الأراضي السورية سيتم تخصيص مجمعات سكنية لإيوائهم في 13 موقعا مختلفا في الشمال السوري لنفتح هذا الملف ونرى وجهات النظر والتواقعات من موسكو ومن اسطنبول هذا من موسكو السيد فيكتور ليتوفكين الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك من اسطنبول دكتور باكير أتاجان مدير معهد اسطنبول للفكر أهلا بكم أريد حقيقة أن أبدأ بسؤال الذي طرحناه على المشاهدين وربما كثيرون اليوم يقولونه لأنهم يتوقعون بأنه لا يمكن أن تقدم تركيا على مثل هذه العملية على توغل بري تحديدا أتحدث في الشمال السوري أو ربما في جانب العراقي إلا بتنسيق أو بضوء أخضر أو بغض الطرف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو أيضا فأسألك سيد فيكتور ليتوفكين هل تمنح موسكو تركيا أو أنقرة الضوء الأخضر لتوغل بري في شمال سوريا أنا لا أعتقد أن موسكو سوف تسمح تأذن أو لن تسمح هذا مصطلح غير صحيح ولكن موسكو لن تعتارد إذا أقدمت القوة التركية على بداية أو شن عملية بري في شمال سوريا لأنه ليس هناك التزامات روسية أمام الأكراد لم يتم توقيع سفقات أو اتفاقات نمنية مع الأكراد وأيضا رضا على طلب روسي بشأن ابتعاد الأكراد وخاصة الوحدات العسكرية من الحدود التركية بعيدا إلى العمق الاستراتيجي الأمر الذي كانت تركيا تطالب بنا لم يتم الوفاء بها من قبل الأكراد فلذلك موسكو كما أظن سوف تخد الطالب عن إمكانيتي أو احتمال لشن هذه العملية البرية سيد لاتوفكين بالمقابل هل أيضا يمكن أن تقوم اليوم موسكو ونظام السوري بشعور بأنهم ربما تخلصوا من أي التزامات قد قطعوها على تركيا بعدم استهداف الفصائل السورية المعارضة المدعومة من تركيا إن روسيا لم تكن لديها أي التزامات في هذا الشأن فنحن كنا نحمل التزامات بالإضافة إلى الحكومة السورية بشأن أننا سوف نستمر في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية بما في ذلك ننظم دعش الإرهاب وإن كون المعارضة السورية الآن تقدم مختلف المطالب فإذا دمشق وأيضا لا ترغبوا في الجلوس للتولة التفاوت وبما في ذلك إمكانية تشكيل الحكومة الإتلاثية فهذا شأنهم الدخل وأيضا حقهم الشرعية بما أنهم يسيطرون على هذه الأراضي ولكن كلا من سياقة أستانا واتفاقية تسوشي كل ذلك يفترض على كون المعارضة السورية سوف تجلس إلى تولة النقاش مع المحافل الحكومية في دمشق حاولت ضرورة تسوية الأزمة في هذه البلاد ولكن كل هذه المفاوضات والعملية معلقة لأن هناك تأثيرا على المعارضة السورية من قبل الأطراف التي تختبئ وراء ظهر المعارضة وأن أقصد الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعتم باستمرار الحكم في سوريا في دمشق ولكنني لا أظن أن تركيا الآن سعيدة بأكون سلطات السورية النافذة لا تزال تسيطر على الأمور في هذه الدولة أذهب إليك دكتور أتاجهان إذن روسيا على الأغلب لن تعترض لأستخدم ما قاله ضيفنا من موسكو وكثيرون يعتقدون هذا ولكن برأيك ما هو السمن أو إذا لم يكن السمن ما هو المقابل الذي سوف يفرض نفسه على الأرض بمعنى يعني تركيا تصفي حساباتها مع الأكراد وتحمي خطوط أمنها القومي والوطني الذي تتحدث عنه بالمقابل إدلب تصفى المجموعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا تصفى ويعاد بسط سيطرات الدولة الروسية السورية والحكومة السورية والروس الجانب العسكري على كل المناطق التي تفق على أنها تبقى مناطق تهدئة أو نزاع خفيف مسأل خير تحية لك ولضيفك الكريم يعني لابد الإشارة إلى بناء على سؤالك على نقطة هامة تركيا كانت ومازالت تصر بأن الحدود الواقعة بين تركيا وسوريا والتي هي 911 كيلومتر أن تكون في هذه المناطق مناطق آمنة بعمق 30-32 كيلومتر هذه المناطق لسببي أولا لكي تحمي نفسها من ناحية الأمن القومي من الهجمات التي تأتي من المرتزقة التابعين تارة لنظام الأسد تارة لإيران تارة للولايات المتحدة تارة لفرنسا تارة لروسيا تارة لدول غير معروفة فهؤلاء المرتزقة يعملون بناء على الطلب يعني من يدفع الكثير لهم هم يعملون من أجلها لذلك تركيا في الفترة الأخيرة أخذت قرارا بأن هذه المنطقة الحدودية لابد أن تكون منطقة آمنة لحماية أمنها القومي وهذا بمعنى آخر عندما سألتني هل إدلب؟ إدلب أيضا سوف تكون من المناطق التي هي بعمق 32 كيلومتر متواجد فيها القوات التركية مع طبيعي الجيش الوطني السوري والمعارضة السورية التي هي لأن تركيا لن تدخل لكي تحتل هذه المناطق بالعكس لكي تكون هناك أمن واستقرار للمخيمات والسوريين الذين نزحوا وما زالوا متواجدين على الحدود حوالي 6-7 مليون نسبة وإلى الآن متواجدين ولكن هذه سرادية دكتور لو سمحت لي هذه عبرت عنها تركيا كذا مرة وواضح أن روسيا كانت دائما تعارضها طبعا بالإضافة إلى أنه في معارضة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم البيديو وتعتبرهم أيضا وقصد وتعتبرهم أيضا جدارا منيعا أمام داعش وغيره من الفصائل المتطرفة هل تعتقد بأنه اليوم تركيا حلت هذه المشكلة هل انفجار اسطنبول اليوم أسكت هذه الاعتراضات أم البازار كما يقال أو مبادلات بمنافع أخرى دولية اليوم إن كان مع روسيا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو فيما يخص أوكرانيا قد جعل الطرفين أقبلان أو تذهب تركيا بدون قبولهما سيدة العزيزة أولا لابد الإشارة إلى نقطة هامة زكرت يعني هناك اتفاقات بين تركيا وروسيا هذه الاتفاقيات 2019 واضحة جدا في سوشي بأن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يتركوا الحدود السورية التركية في عمق 32 كم مع أسلحتهم السقيلة ولكن إلى الآن وكما أشار أردوغان اليوم أيضا بأن روسيا لم تضغط عليهم من أجل الانسحاب تماما نفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة بالعكس الولايات المتحدة لم تضغط عليهم بناء على هذه الاتفاقية 2019 عندما جاء نائب الرئيس ووزير الخارجية في هذه الفترة في حديث ترامب 2019 واتفاقية بأن لا تشن عمليات داخل الأراضي السورية تركية ولكن بالمقابل هؤلاء المرتزقة الإرهابيين الانفصالين يجب أن يتركوا المناطق الحدودية على عمق 32 كم ولكن بالعكس الولايات المتحدة ما زالت تزودهم بالسلاح والمال وتحرضهم على عمليات داخل الأراضي التركية وعملية اسطنبول شارع الاستقلال عندما قال وزير الداخلية نحن فهمنا الرسالة وسوف نرد بقوة ونرفض التعازي التي قدمتها الولايات المتحدة هذا الدليل قاطع بأن وراء هذه العملية هي الولايات المتحدة بامتياز لذلك كانت تركيا واضحة منذ البداية وقالت سوف نرد بقوة بمعنى آخر حان الأوان بأن هذه الاتفاقيات كانت تركيا تلتزم بهم وكانت تريد الالتزام من الطرف الأمريكي ومن الطرف الروسي وهنا أكثر من سنتين ونصف وأكثر لكن للأسف الشديد إن كان هؤلاء المرتزقة إن كان من يدعمهم الولايات المتحدة فرنسا إيران النظام السوري روسيا كل هذه الدول لن تلتزم بهذه الاتفاقية إلى الآن فالحل الوحيد كما يقولون على تركيا أن تحل مشكلتها ولكن ليس كما يدعى وتقولون قبل قليل بأن هل هناك يعني شيء بشيء لا تكون شيء بشيء من حقنا الطبيعي والمادة 51 الأمم المتحدة واضحة نحن هناك لدينا مشكلة مع هؤلاء الانفصالين الارهابين وهؤلاء يحملون الجنسية التركية في نفس الوقت نحن لا نحارب ونقتل الشعب السوري ولا نقتل الشعب العراق نقتل الانفصالين الذين يحملون الجنسية التركية صح ولكن يقولون الجميع لا يعترفون بأن البيدي إرهابيين يعترفون بأن البيدي إرهابيين ولكن تركيا وحدها التي تقول لا والبيدي هم أيضا إرهابيون يعني هناك في مشكلة بتعريف هل هو حق شرعي أم لا وجدناها في الأيام الأخيرة على كل دعني أذهب إلى موسكو سيد فيكتور ليتوفكين سيداتي العزيزة أفوا تفضل 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 قلت إذا كان هنا تغيير الاسم يعني من حزب العمال الكردستاني إلى بيدي ومن بيدي إلى قوات سوريا الديمقراطية أشتون كارتر قالها قبل أربع خمس سنوات بأن بيدي وحزب العمال الكردستاني المتواجد في سوريا هؤلاء المرتزقة والمتواجدين في قديل والمتواجدين داخل أراضي التركية حزب العمال الكردستاني كلهم واحد وكلهم إرهابيين هذه قالها وزير الدفاع الأمريكي السابق أشتون كارتر وموجود على الجوجل وموجود على دكتور أتجان ولكن بيدي تقول لك أنا لا أعتبر تركيا عدوي ولا أحمل هذه الأجندة الإنقلابية العسكرية هذا الكلام نريده على أرض الواقع وهذا لا كافي هذا غير كافي إثباته على أرض الواقع العمليات التي تخوضها هذه العناصر الإرهابية واضحة من قتل في شارع الاستقلال الكل اعترف بأنهم جاءوا بأوامر من بيدي خمسين شخص كلهم يكجبون هذا غير ممكن سيد ليتوفكين ربما سؤال اليوم أعود إلى موسكو هل تعتقد فعلا بأن تركيا سوف تقوم بالدخول بهذه المنطقة الآمنة بالعمق 32 كيلو متر هل تتخيل معي أي نوع من السيناريو العسكري الذي يمكن أن يجري في هذه المنطقة المحفوفة بالسلاح وبعدة دول تدعم عدة أطراف مختلفة ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية ماذا عن إيران ماذا عن قصد ما هو مصيرها وأيضا وروسيا طبعا ومصير السياسي لعلاقات هذه الدول مع تركيا باختصار يعني هيك بس لا نفهم ماذا يمكن أن يكون ردات الفعل والتبعات أعتقد أن تركيا حق لها بشكل قانوني الإقدام على مثل هذه العملية البرية المحدودة الحجم وفي حال كان الحديث يدور عن الموقف الروسي فروسيا لن تعترض ولن تعرض مثل هذه التحركات لأن الحديث يدور حاني المنطقة التي انصح مثل هذا التعبير تعتبر منطقة المصالح الأمنية للدولة التركية فهذه العمل الإرهابية التي نحن نجهدها في العاصمة التركية بالإضافة إلى مدينة اسطنبول في مختلفة الوجهات السياسية فمثل ما شاهدناه أخيرا في شارع استقلاله فكل ذلك تحدي بالنسبة للسلطات التركية وخاصة لرئيس رجيب إردوغان الذي أيضا سوف يواجه التحدي واختبار الانتخابات في المستقبل القريب فهو يجب أن يضر قوته السياسية فهو سوف يهمل مصالح الوليات المتحدة في مثل هذه التحركات أخذ بحزبان دعم واشنطن للوحدات الكردية ولكنني لا أظن أن العملية سوف تكون واسعة النتاق وهي سوف تقلب الموازين لا نحن سوف نرى خطوات عسكرية سريعة ولكن محدودة فإن رئيس أردوغان يجب أن يذر قوته أمام النخبين ويجب أن يظهر من هو ساحب القرار في الشمال السوري أظن أنه سوف يتجرع على تنفيذ هذه العملية لأنه ليس ليجد نفسه زعيما سياديا للدولة التركية وأن كون الولايات المتواجدة في هذه المنطقة فنحن نعرف جيدا أنهم يسرقون النفط من سوريا بمساعدة هذه الوحدات العسكرية الكردية فهناك مساومة النفط مقابل السلاح بين هذه الوحدات والوليات المتحدة أما الدحية فهي الشعب السوري الذي يخسر النفط الموارد فإن الوليات المتحدة طرف محتل في هذه المنطقة لذلك واشنطن كما أظن لن تتدخل في هذه التحركات التركية ولن تقدم المزيد من الدعم العسكري للوحدات العسكرية الكردية شكرا لك شكرا السيد فيكتور ليتوفكين من موسكو الخبير العسكري والستراتيجي من إسطنبول شكرا لك دكتور باكيراتاجان مدير معهد إسطنبول للفكر كل شكر لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج دائرة شرق معي أنا زينا يازجي